ده العربية الفقرة دي مش بتتكلم عن هموم وشاكل مواطن المصر المطحون دايما زي ما الاعلام عايزوه لكن احنا بنتكلم عن الفن لان احنا عندنا في مصر فنانين عالميين يعني معروفين جدا برا مصر اكتر من جوا مصر جاروا اللي في الدور ما يعرفوش اصلا اشخاص مجهولة لكن الاشخاص دي قدرت تحرك الاقتصاد والسياحة قدرت بمجهود كبير قوي قدرت بمجهود كبير قوي تحرك ده مجهود ضايع زي الكورة مثلا ناس كتير هتزعى من حكاية الكورة دي لكن المجهود اللي بازل في كرة القدم مجهود محمود ورائع لكن وصل فرينا مرة واحدة بس لكاس العالم لحد الوقتي بندفع تمن الجون ده صحيح كمية لعيبة في فرق تانية يعني بتعمل انجازات رائعة لكن مش معروفة هديكم مثال بسيط كنت شغال في جورنان فبقول رئيس قسم الرياضة انا عندي موضوع رائع جدا الولد ابني بيلعب في نادي المدرب بتاعه شاب بسيط سافر على حسابه يلعب بطولة الغرفوه على مستوى العالم طولة الكيك بوكسنج المدرب ده سافر على حسابه واخد بطولة العالم اخد اول عالم وراح ورجع محدش كرمه محدش اداله جنيه ايه رأيك نعمل معاه موضوع وفيديو قال لقى طبعا قلت له ليه قال لي احنا شغالين كورة بس اصلا محدش مهتم قلت له محدش مهتم يا بيه انت اصلا اللي بتخلي ناس هتما او لا انت حضرتك ممكن تحرك الرأي العام ده دورك في الاعلام نفس القصة موضوع الفن كمية الابداع والفلوس والشهرة اللي مصر محققها بسبب ولادنا الشبان دول تفوق الوصف حتى الان انا معرفش ليه في مجلة فنون البصرية تحديدا في الجرافيك او الكوميكس او المجلات او كتب الاطفال او الفن التشكيلي احنا ليه متقدمين كده على عكس السينما احنا متقدمين من دي جدا في المجلات دي انا بتكلم عن الجوائز العالمية احنا بنحق الجوائز العالمية مثال الكلام ده الشاب المصري الصغير احمد عماد الدين احمد عماد الدين ده شاب في تانية صيدلة محدش يعرفه انا كتبت عنه قبل كده والولد مشكورا فرح وبعاتلي شكر الولد ده اشتغل جرافيك ديزاينر لوحده ولا توجيه ولا دعم من حد عمل بوستر من دماغه وحطه على الانترنت من حوالي سنة فرقة البينك فلويد الشهيرة جدا 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 دورت على الانترنت عشان تاخد غلاف لالبومها الجديد اخدت غلاف احمد عماد الدين الولد ده بعد الغلاف ده ما سكتش وقعد ولكن فضل يشتغل ويشتغل ويشتغل وعمل شغلانة تانية عظيمة جدا شركة فوتوشوب العالمية كان من فترة صغيرة قوي بيمر على تأسيسها 25 سنة فعملوا ايفنت للجرافيك ديزاينرز في العالم احمد شارك فيه وعمل جرافيك رائع صورة رائعة ل25 هرم الهرم الكبير بتاع مصر حطه في 25 لقطة لصورة واحدة من اللحظة دي شركة فوتوشوب صنفة احمد عماد الدين المصري انه هو من اهم 25 جرافيك ديزاينر في العالم ايه رأيكم بقى الولد صور ده من اهم 25 جرافيك ديزاينر في العالم الولد ده ولد مش عادي ده لو كان زي ناس كتير قعدوا ينضبوا حظهم ويشتموا في البلد للنهار ولا حد كان ياخد باله لكن ده شخص ايجابي مش بس كده فيه كمان موقع عالمي اسمه الانتربرايز الموقع ده شغلته يلم رؤوس الموضيع المهمة قوي ويحطها عشان الناس اللي حطة فلوسها في البورصة تبص على الموقع ده وتشوف اهم خمس اخبار بتحصل كل يوم صعود ونهبوطا في مؤشر البورصة بالتالي بيحرك المكسب للمكسب او خسارة يومها احمد عماد الدين كان نمرى خمسة قالوا ان الولد المصري رجع تاني يرسم من جديد الموقع ده مجالسات اخبار ما ازاي تفكيرنا لا الموقع ده بيبص على اخبار احنا ما ناخدش بنا منها خالص يمكن يكون فيه خبر بيحرك الرأي العام بس ما يأثرش على البورصة لكن احمد عماد الدين رجع اشتغل تاني فالانتربرايز كتب عنه ان الولد رجع اشتغل تاني وده حرك البورصة احمد عماد الدين قرر يشتغل تاني لان كان عنده متحانات كان بيذاكر لكن يومها نزل نمرى خمسة في الموقع ده الولد المصري ده بتاع البينكي فلويد زي ما الانتربرايز وصفه ولد مهم الخبر ده لو كان جاء اي حد على المبايله من الانتربرايز كان ممكن مفهمش يعني ايه البينكي فلويد او ايه الكافر يمكن يفتكر حاجة تنويه عن اغنية او حاجة زي كده لكن ده ولد هاوي عنده عشرين اتنين وعشرين سنة بشتغل النموذج التاني احمد يوسري احمد يوسري ده شاب اشتغل 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 حضراتكو اخدوا الاوسكار مرتين جيزة الاوسكار العالمية احمد يوسري اخدها احسن مؤثرات خاصة مرة سنة 2012 ومرة سنة 2015 ده انه شارك بالمؤثرات الخاصة فيلمي هيجو وانترستيلر ولد مصر عادي شاب عادي متعلم زينا بيأكل زينا بعد شغله عافر وصبر ربنا كرمه وتعرفنا بسببه محدش يعرف عنه حاجة احمد يوسري وريد اسكندرية عنده دولات 29 سنة اتخرج من الاكاديمية الدولية العلوم والاعلام سنة 2007 اشتغل في الجرافيك عمل مؤثرات بصرية عمل اكس من عمل جوزيلا عمل فاست ان فيوريس ولد اشتغل سافر قاعد في لندن شوية وبعدين قاعد في امريكا طب ايه موضوع الجرافيك ده يعني ايه موضوع احمد يوسري واحمد عماد الدين يعني انت ايه مهتم بيه زويل يعني لا يا جماعة دول في مجالهم اقوا من زويل زويل اخد اعلى جايزة في مجاله هو عنده 60 سنة دول اخدوا اعلى جايزة في مجالهم هم عندهم 26 سنة رفعوا اسم بلدك فوق خلوا لمصر قيمة برا مصر ده اسمه التسويق السياحي ده اسمه تحريك الكتل الابداعية في العالم لفت النظر في العالم حرك القتلة الاقتصادية بالتالي حقق حاجات كتير من انت شخصيا كان نفسك فيها النهاردة في مجال الكمبيوتر ايه حجم الهند و باكستان عتولة العالم راحوا هناك فتحوا شركات الامريكان راحوا فتحوا شركات عشان يجنبهم حركوا الدنيا احنا بين التاريق على الفن والفيلم اللي كان طالع لوحة سودة وقلوا قافلة في الصحراء ويشقل باللوحة والناس تتحك وتتبسط لا الولد الصغير ده اخد وهو عنده 26 سنة الاوسكار اللي حضرتك ما ترشحتش لها اصلا الغريب بقى ان عندنا كتير زي احمد عمدين واحمد يوسري في مصر وفي الوطن العربي نمازج كتير مشرفة ومنورة لكن احنا هنا في المكان ده عايزين ننور لمبة ايجابية ونتكلم باستمرار عن الشباب الدول معنا فيديو عن فنان عالمي نشوفه ونرجع تاني